مرحبا بكم في السؤال 11 والوضعية هي كيف يمكن أن يدعم إعطاء حاسوب محمول لكل طالب التعلم بشكل تعاون إذن السؤال ربما واضح ويمكننا من فهم هل إعطاء لكل طالب حاسوب يمكن أن يساعد في التعلم أو التعاون داخل القاعة متعددة الوسائل أو بالعكس سوف يساهم في تفرقة وكون الطلاب سيشتغلون كل على حاسوبه الخاص بمعزل على بقية الطلاب إذن سوف نناقش الإحتمالات A. يمكن للطلاب التواصل مع زملائهم خارج حجرة الدراسة بدون مقاطعة المعلمين لهم B. يستطيع الطلاب العمل معا بدون أي توجيه من المدرس C. يمكن للطلاب مشاركة أعمالهم وأفكارهم رقميا C. سيشعر الطلاب بالحرية لتبادل آرائهم مع بعضهم البعض بشكل مجهول أثناء الدرس C. المساعدة C. التعلم التعاوني باستخدام الكمبيوتر المحمول يجب أن يتم تحت إشراف المعلم C. كما قلنا سابقا فإشراف المعلم ضروري جدا على العملية C. يمكن للطلاب التواصل مع زملائهم خارج حجرة الدراسة بدون مقاطعة المعلمين C. إذن هنا إلغاء لدور المعلم C. وبالتالي هذا احتمال بعيد عن الصواد C. يستطيع الطلاب العمل معا بدون أي توجيه C. كذلك هنا غياب للمدرس C. وبالتالي هو احتمال غير وارد C. إذن نمر إلى D. سيشعر الطلاب بالحرية لتبادل آرائهم مع بعضهم C. البعض بشكل مجهول C. إذن هنا كذلك مشكل C. أثناء الدرس C. بالتالي في الاحتمال الأقرب إلى الصواب هو C. يمكن للطلاب مشاركة أعمالهم وأفكارهم وإبداعاتهم رقميا C. حيث أنهم يمكن أن يستغلوا كل في حاسوبه في نفس التطبيق مثل C. معالجة النسوس ولكن بطريقة رقمية C. وبالتالي سيكون هو جواب القريب إلى الصواب إذن نمر إلى الإجابة A. فهو خطأ B. كذلك خاطئ أو بعيد عن الصواب والجواب الصحيح والإمكانية الصحيحة هو كون الطلاب يمكنهم أن يشاركوا أعمالهم وأفكارهم رقميا شكرا 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 أهلا شكرا